الميدانية من الميادين مساء الخير لم تكن مجزرة صبرا وشتيلا سوى سلسلة في مجازر متواصلة بحق المدنيين العزل والأطفال الرضع 42 عاما وما حصل نراه الآن على الهواء مباشرة في البريج وسط القطاع حينئذ كان سكان مخيمي صبرا وشتيلا عزلا من دون أي سلاح وبكل أنواع السلاح ذبحوهم وهذا ما يريد الاحتلال دائما أن يكون الشعب بلا مقاومة ليبتكر بطرائق القتل والإبادة نستحضر اللهم هول ما حصل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت والمصير نفسه ولو تغير الزمان أو المكان فمن لا يدافع عن نفسه يقتل جسديا ونفسيا ومعنويا لكن المقاومة وما نراه في غزة والضفة وجبهات الإسناد يؤكداني أن الانتصار أكيد ما دامت المقاومة حاضرة ومجزرة البريج الأخيرة بعشرات الشهداء والجرحى والمفقودين لن تسجل نصرا لنتنياهو ومن معه لا بل ABC تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله نحن نخسر الحرب والردع والرهاء وتنقل القناة الأمريكية عن ضباط في جيش الاحتلال أن عدم توقيع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار يدفعنا إلى حرب كارثية محتملة مع حزب الله هذا ما يؤكده وزير الأمن السابق مشي علون فهو يختصر المرحلة بأن إسرائيل تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في سبع جبهات وعلى الرغم من كل التهويل والتصعيد في جبهة الإسناد اللبنانية المقاومة الإسلامية تدك مواقع الاحتلال ومستوطناته بالمسيرات والصواريخ وأسقطت المحلقة التي تحاول تخويف أهل الجنوب بإلقائها مناشير أما المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا في غور الأردن بواسطة الطيران المسير إذن أهلا بكم في ميدان طفان الأقصى وكالعادة نرحب بالخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية الدكتور هاني عدالي مساء الخير دكتور هاني وأيضا نرحب بالخبير العسكري العميد شرب الأبو زيد مساء الخير جنير مساء نور أبدأ معك دكتور هاني الدالي بما عرضناه في مقدمة الميدانية لليوم نحن نستذكر الذكرى الثانية والأربعين لهول وبشاعة المجزر التي ارتكبها المحتل الإسرائيلي في صبرة وشتيلة اليوم نحن أمام مشهد مماثل لا بل السيناريو نفسه ولكن في تفنن بآلة القتل الإسرائيلية والتي يمعن بها منذ عام في حرب الإبادة في قطاع غزة أين أوجه التشابه؟ ما هو الهدف الإسرائيلي من هذه الاستراتيجية المستمرة منذ أيام النقبة؟ نعم بداية تحية لكم ولكل المشاهدين الكرام نعم أوجه التشابه هو في العقلية الاستعمارية الإسرائيلية في ممارسة حرب الإبادة والاقتلاع لشعبنا الفلسطيني ومحاولة كي الوعي والاستسلام لهذا الاحتلال أيضا أوجه التشابه أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد مقاومة وهو أيضا يريد اقتلاع شعبنا الفلسطيني في كل مكان يتواجد فيه وعقليته ليس عقلية المواجهة وإنما عقلية القتل والإبادة وتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية واضح أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أبدا أن يواجهه إلا المقاومة وأن تكون هذه المقاومة بوحدة ووطنية وبرؤية واضحة في مواجهة هذا الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي واضح من خلال سياسته مع شعبنا الفلسطيني من بداية 48 حتى اليوم في السلوك الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي القتل والتدمير هو العنوان وهو عنوان كل المجازر وعلى رأسها مجزرة صبرة وشاتيلة حتى هذه اللحظة شعبنا الفلسطيني أبدا لا يمكن أن ينسى ما حدث في هذه المجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحة والتشابه أيضا أن العالم كل العالم وقف صامتا لم يحرك أي شيء لا للدفاع عن شعبنا الفلسطيني ولا للإدانة ولا لمعاقبة مجرمية الحرب على رأسهم المجرم شارون عليه من الله ما يستحق هذا هو الواقع الذي تتشابه فيه الواقع الذي تتشابه فيه آلة القتل الإسرائيلية لا تأبه لا لطفل ولا لكبير ولا لصغير هي آلة القتل التي السياسة الإجرامية بالعقل الباطن الإسرائيلي ما زالت متمرسة بالقتل وبالاقتلاع وبحرب الإبادة وبتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية لذلك بالتأكيد اليوم عندما نرى شعبنا الفلسطيني ونقارد ما بين صبرة وشتيلة واليوم بالتأكيد شعبنا الفلسطيني رغم الآلام ورغم الأوجاع ورغم ما أصابوا على مدار سنين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من قرن من المقاومة سواء كان ما سبق هذه المقاومة مقاومة الاستعمار لبريطانيا وحتى الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي شعبنا الفلسطيني لا يمكن أبدا أن ينسى ما حدث وشعبنا اليوم حقيقة ينطلق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الروح وهذا الجيل الذي واجه الصعوبات والآلام والجراح والشهداء ولم ينسى شعبنا الفلسطيني ذاكر الشعبنا حية وما زالت مصرة على تحرير أرضنا ومقدساتنا من الاحتلال الإسرائيلي نعم بعد 346 يوما جنرال من حرب الإبادة كما ذكرنا والإسرائيلي لم يحقق أي من أهدافه رغم كل هذه المجازر التي يرتكبها رغم التفنن بآلة القتل الإسرائيلية يمكن لابد من التطرق إلى هذه الذكرى اليوم بما تحمله من استذكار أليم صحيح للشعب الفلسطيني ولكن أيضا روحية على تأكيد أهمية خيار المقاومة وخيار الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال يمكن أن نفصل اليوم بستراتيجية الإسرائيلي لماذا يقدم على تفجير مربعات سكنية كما حصل اليوم في البريج وسط القطاع في غزة وإذا أمكن أن نفهم منك أكثر بالواقع الميداني على الخريطة ما الذي حصل في البريج؟ نعم نحن نعلم بأن استراتيجية العدو الإسرائيلي هي القتل والتهجير وهذا يعني معلوم وخاصة في منطقة أنصيرات والبريج هناك تركيز على هاتين المنطقتين وخاصة أنهما محازيتان لنتزاريم المفارقة اليوم بأن أعلام العدو كان تكلم عن ما هي فائدة بقاء عناصر العدو في ننتزاريم سوى الدفاع عن أنفسهم فهذا حتى أعلام العدو يتكلم أنه لا فائدة من ننتزاريم ولكن محور ننتزاريم كما محور فلادلفيا هما كأنهما خشبت الخلاص لنتنياهو من الضغوط السياسية وسواها ولذلك يتم التركيز على أنصيرات والبريج جنوبا كذلك الأمر يتم التركيز على زيتون وتل الهوى شمالا البارحة كان التركيز على أنصيرات على مخيم أنصيرات وعلى كل منطقة أنصيرات أما اليوم فالمجزرة الكبرى كانت باستهداف البرج 12 في البريج ومنذ بعض قليل كان هناك استهداف للبرج 7 في البريج فهذا استهداف الأبراج هو من سلسلات جز العشب بطبيعة الحال دائما المبرر موجود بأن لدى العدو الإسرائيلي هي وجود عناصر لحماس أو الفصائل في هذه المناطق ولكن هذا غير صحيح العدو الإسرائيلي يقوم بمجازره ضد الإنسانية على مرأة من كل العالم على مرأة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن ومن سواها من المؤسسات الدولية اليوم كان سقوط لعشرات الشهداء والجرحة وأكثر من ذلك كانت طوافات العدوة الكوادكوبتر تطلق النيران على وسائل الإسعاف التي تأتي لانتشال جسامين الشهداء والجرحة في منطقة البريش فهذا هي جريمة وجريمة موصوفة عن سابق تصور وتصميم فالتركيز اليوم كان على البريش البارحة على انصيرات إذا ما جمعنا هذه الجريمة منذ يومين نرى بأن هناك أكثر من سبعين شهيدا خلال يومين هذا إذا لم نحصي أيضا الذين ما يزالوا تحت الأنقاض والمفقودين فهذا جريمة موصوفة اليوم مرتين في البريش في البرج الستناش في البرج سبعة وكذلك الأمر في باقي المنطقة الوسطى وخاصة كان هناك قصف مركز على المغازي وقصف مركز أيضا على البركة في دار البلح إضافة إلى غارة منذ بعض الوقت غارات متتالية على انصيرات ولكن الغارة الأخيرة كانت منذ حوالي العشر دقائق وأيضا كان هناك شهداء وجرحة بطبيعة الحال المقاومة تقصف نزارين بصواريخ المئة وسبعة هذا من ناحية الوسط قبل أن ننتقل إلى الشمال أو الجنوب هل هذه المجازر تغير من الاستاتيكو أو الواقع الميداني العسكري بالنسبة لمحاور الاشتباك المستمرة تحديدا بما تتحدث عنه بوسط القطاع جنرال طبيعي لا تغير شيئا وحتى أن هذا على لسان قادت العدو المتقاعدين عندما قال اليوم أحد قادت العدو المتقاعدين القاد السابق لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي نعم السابق لفرقة غزة قال بأن نحن نربح على حماس وعلى الفصائل بالتكتيكات ولكن حماس هي من تنتصر وتربح الحرب فهذا هناك فشل صحيح أن العدو الإسرائيلي لديه آلة جوية قوية يستطيع أن يدمر ولكن لغاية الآن لم يستطع أن يسيطر على أي بقعة من غزة وسنرى ذلك في جنوب قطاع غزة عندما نرى أن هناك كان اليوم اشتباكات في أجنينة مثلا في دوار العودة في قلب رفح حتى أن هناك كان تدمير لدبابة مركافا في داخل ووسط مدينة رفح وهذا ما يعني بأن المقاومة هي متازال تسيطر على الأرض المقاومة هي الكلمة الفصل لها في الأرض والانتصار وربح الحرب هو لئة المقاومة في حين أن العدو لم يستطع لغاية الآن سوى تثبيت أقدامه رغم الضربات التي يطلقها في منطقتين صغيرتين ألا وهما محور فلادلفيا وندزاريم وهذا ما عبرت عنه وسائل الإعلام العدو ماذا تفعلون في هذه المحاور سوى أن تدافعوا عن أنفسكم نعم في الشمال نعم سننتقل إلى الشمال في غزة في شمال قطاع غزة العدو الإسرائيلي يحاول تهجير منطقتين أساسيتين في شمال قطاع غزة ألا وهما بيت حنون وبيت لهية لذلك منذ أكثر من أسبوع هو يقوم بغارات جوية عنيفة على هاتين المنطقتين وما بينهما البارحة كان هناك استهداف لمدرسة غازي الشوى لمنطقة التعليم وكذلك الأمر لأبراج الندى فإذا هذه المنطقة تتعرض منذ أكثر من شهر لتهديدات بيئة الإخلاء بيئة التهجير إضافة إلى قصف جوي ومدفع كثيف على هذه المنطقة قوات العدو الإسرائيلي المتواجدة داخل الكيلومتر من هذا الحزام داخل قطاع غزة ما تزال تدير نيرانها باتجاه جباليا اليوم كان هناك استهداف لجباليا كذلك الأمر كان هناك استهداف لدبابات العدو ورشاشاته في الشعف في التفاح كان هناك مدفعية على التفاح كذلك الأمر كان هناك غارات جوية باتجاه حي التفاح في غزة غارات متتالية وعنيفة على داخل مدينة غزة كذلك الأمر غارات ونيران بيئة طوافات على منطقة الصبرة وإلقاء القنابل على تجمعات المواطنين في منطقة الزيتون هذا الشارع الذي يصل صلاح الدين بحي السكة وشارع ثمانية كل هذه المنطقة كانت عرضة اليوم لغارات جوية إضافة إلى قصف مدفعي ومن ثم في حي الزيتون كان هناك نصف لمباني بشكل كسيف في حي الزيتون وكذلك الأمر كان هناك قصف على الهوى فيما خص المخابز يعمد العدو على قصف المخابز قصف الأماكن التي تبيع الأطعمة رأينا ذلك منذ يومين في النصر وأما اليوم فكانت نفس العملية ولكن في جنوب قطاع غزة ولكن الأفران في النصر وفي باقي المنطقة قام العدو بقصفها وبتدميرها قبل أن نستكمل بيئة الواقع الميداني وتطوراته وصولا إلى جنوب قطاع غزة لابد من التوقف أمام العاجل على شاشة الميادين يتحدث عن إصابة عشرات لبنانيين بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال باجر كانوا يحملونها يعني هذه يمكن وسيلة من وسائل الحرب السيبرانية التي يستخدمها العدو الإسرائيلي ويفجر بهذه الواسطة يبدو تقنية عالية ما هي هذه الأجهزة؟ كان لديك معطيات جميلة؟ هي أجهزة بطبيعة الحال أجهزة التواصل ما بين بعض اللبنانيين يبدو بأن نحن نعلم بأن العدو الإسرائيلي هو من يصنع الشرائح المختصة بالأجهزة الإلكترونية وبالخلاوي وثوة ولذلك يمكن أن يكون هناك بعض القطع الإلكترونية أيضا التي تصنع وتباع في كل أنحاء العالم بتسميات معينة مغيرة لها تسميات تسميات الإسرائيلية وبالتالي هناك حرب سبيرانية هناك حرب إلكترونية بطبيعة الحال دائرة ما بين العدو الإسرائيلي وما بين اللبنانيين ويمكن أن يكون اعتمد هذا الموضوع بتفجير هذه الأجهزة عن بعد لديه الوسائل لديه التكنولوجيا ويستطيع القيام بذلك قبل أن أستكمل أيضا الواقع الميداني هل لديك تعليق وتعقيب تحديدا بإطار هذه الحرب وهذه الأجهزة المحمولة بيتجر لو سمحت دكتور هاني نعم أنا بتقديري هي أجهزة خاصة بأفراد المقاومة في لبنان ويبدو أن هناك خلل ما في هذه المنظومة وهذه تعطي في سياق الحرب السيبرانية ما بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد أنا وبالتقديري أن هذا الأمر من السرعة للمقاومة استدراكه ومعالجته وإيقاف أي خلل في هذه المنظومة لأنه واضح أن المقاومة في لبنان تمتلك قدرة كبيرة وكبيرة جدا في الجانب التكنولوجي وكذلك الجامل السيبراني وهذا الأمر كان واضحا بشكل كبير جدا في مسارات هذه المعركة نعم قبل أن أعود إليك جنرال بما أشار إليه تحديدا نيويورك تايمز دكتور رهاني القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالعودة إلى تطورات ميدان غزة يقول حماس استعادت المدن بعد ربع ساعة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي والاستلاء على الأنفاق وهدمها هو مشروع هندسي معقد جدا قد يستغرق سنوات هذه الاستنتاجات من الصحافة الغربية نيويورك تايمز ونقلا عن قائد سابق لفرقة غزة الجيش الإسرائيلي ماذا تعكس وأي فشل وأخفاق حققه الجيش الإسرائيلي بعد كل هذه المحاولات طيلة العام الماضي نعم حقيقة هذا اليوم هذا كلام مهم جدا لهذه الصحيفة ولهذا القائد قائد فرقة غزة السابق وبالتأكيد هو من أكثر القادة طلاعا على الأوضاع في قطاع غزة وبالتقدير نعم هذا ما أكدته المقاومة أكثر من مرة وما أكده الميدان وما أكدته أيضا قيادات من الاحتلال الإسرائيلي حول صمود المقاومة وحتى هذه اللحظة قدرتها على إعادة بنيتها الدفاعية وكذلك القدرة الهجومية وخاصة بموضوع السواريخ لكن الأهم في هذا التصريح هو ما يشير إلى حالة الإنكار التي يعيشها الكيان الإسرائيلي وعلى رأس نتنياهو هذا الذي يمتلك عقلية فوقية يعتبر نفسه من أنه ملك غير متوج للكيان الإسرائيلي وأنه من أعظماء الكيان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هذه عقلية الإنكار لم تعترف حقيقة بما قامت به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من تمريغ أنف الاحتلال الإسرائيلي بالطراب بالطفاة الأقصى والتي استمرت بحرمان الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق إنجازاته لذلك واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يذهب وخاصة نتنياهو بعقلية المقامر المقامر الذي لا يبحث لا عن مصلحة استراتيجية للكيان الإسرائيلي ولا عن مصلحة هذا الجيش الاحتلال الإسرائيلي وإنما يذهب حتى لو كلف الأمر استنزاف الكيان الإسرائيلي إضعاف الكيان الإسرائيلي المهم لعله يبحث أو يجد أي فرصة للخروج من هذا المأزق الكبير لتحقيق أي انتصار للمحاولة للتغطي على فشله الكبير الأهم أيضا بتقديري في عقلية الإنقار وعقلية المقامر التي يتجي بها نتنياهو في هذه المعركة هو إدراك الحكومة الإسرائيلي المتطرفة على رأسها الإتلاف المتطرف إدراكه تماما أنهم يبحثون عن سراب في هذه المعركة وأنهم لن يستطيعوا لا إضعاء لا القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا تحرير الأسراء ولا حتى إضعاف شعبنا الفلسطيني أو تحريض شعبنا الفلسطيني على المقاومة الفلسطينية هذا داخل قطاع غزة هم يدركون أيضا أن المقاومة في الضفة الغربية أكثر من ثلاثون عاما من المواجهة ومن حاولة اقتلاع المقاومة وإضعاف فلم يستطيعوا ولم ينجحوا فكيف لهم أن يستطيعوا في قطاع غزة هم يدركوا تماما أيضا أن استمرار هذه الحرب هو يعني الخطر الاستراتيجي الذي يحدق بالكيان الإسرائيلي اليوم الكيان عالق ليس في غزة ولا في الضفة الغربية الكيان عالق في كل الجبهات ولا رأس هذه الجبهات هو جبهة لبنان وجبهة اليمن اليمن التي استطاعت حقيقة أن تتجاوز كل الدفاعات الأمريكية العربية الدولية العالمية الإسرائيلية وبصاروخ واحد أن تصل إلى عقر دار وعقر وعمق الكيان الإسرائيلي وتضرب حقيقة في مقتن أيضا نقطة أخرى كل الإنجازات التي يتغنى بها نتنياه خلال الفترة السابقة صاروخ اليمن ضربها بالصميم ضربة المقاومة للأسرى الستة أيضا ضربت كل إنجازات نتنياه وعلى رأسها الزيارة الكبيرة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة نعم اليوم عندما نتحدث عن قوة المقاومة وقدرة المقاومة هنا نتحدث عن معلومات استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تستعيد عفيتها استطاعت المقاومة الفلسطينية من خلال ثلاث أضلاع في مثلث من ثلاث أضلاع داخل قطاع غزة أن تصل إلى نقطة قوة تحضير نفسها لمرحلة الاستنزاف الكبير للاحتلال الإسرائيلي النقطة الأولى هي الحاضنة الشعبية واحتضاء واحتمام كتاب القسام المقاومة صراء القدس كل فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها قيادة كتاب القسام بالحاضنة الشعبية إلى أبعد قدر ممكن ثانيا الضلع الثاني هو موضوع التصنيع العسكري والتصنيع العسكري والتصنيع البشري بمعنى أن يكون هناك تصنيع وعادة تنمي القدرات العسكرية وأن يكون هناك أيضا إرفاد بكوادر جديدة من أبناء شعبنا الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية وأيضا الجزء الثالث هو القدرة على إدارة تكتيكات وخطة جديدة بمتغيرات هذه المعركة هذا كل استطاعت المقاومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية أن تستعيد عفيتها لذلك واضح في كل مرحلة يحاول احترى الصريع للخروج من قطاع غزة فيها المقاومة تستلم زمام المبادرة من ناحية الأنفاق من ناحية مقدرات المقاومة من ناحية السيطرة وكذلك من ناحية تأسيسها لأهم من ذلك وهو عملية ضرب عمق الكيان الإسرائيلي بالقدرة النارية سواء بالسوريخ وقصف عمق الكيان الإسرائيلي أو حتى من جبهات أخرى من لبنان هذا داخل قطاع غزة أما بالضفة الغربية بالتأكيد الحكاية تطول في قدرة المقاومة على تطوير قدراتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي نعم أعود إليك جنرال للحديث عن هذا الوقع الذي كما ذكرتم أنت والدكتور هاني الدالي بأنه بشهادات حية لقادة وكذلك نتحدث عن ضباط داخل الجيش الإسرائيلي سابقين باتوا لديهم مقدرة على التحرر نوعا ما من الرقابة العسكرية للحديث عن مجريات الأمور سأعود من جديد إلى الوقع الميداني برفح لأنه يدعوت أحدانوت تنقل بأن المناورة البرية في رفح قد انتهت بالفعل الجيش الإسرائيلي ينتظر قرار المستوى السياسي بالانسحاب من المدينة ما الذي جرى في رفح قبل الوصول إلى رفح يجب أن نشير إلى شيئين مهمين هو أن العدول الإسرائيلي بدأ بتدريب عناصر من البحرية لديه كمشات لدى وحدات المشات وذلك بغيت استخدامها في غزة أو في شمال الضفة الغربية كذلك هو يعمد إلى استخدام الأفارقة أيضا وهناك مرتزقة ضمن جيشه هاتين العلامتين تشيران على المأزق الذي يعانيه من حيث العديد هناك مشكلة عديد هامة لدى العدو الإسرائيلي وهذا ما يؤشر إلى لجوئه إلى نقل عناصر من سلاح إلى سلاح آخر وتدريبه لزجهم في غزة وفي شمال قطاع غزة صحيح هذا صحيفة هارتس يعني كشفت اليوم النقاب عن تجنيد كما قالت تلاجئين أفارقة للقتال مقابل حصولهم على جنسية جنرال نعم على جنسية أو على أموال نحن نعلم بأنهم يغرونهم بالأموال هذه دلالات على تآكل في داخل قوة العدو الإسرائيلي من حيث الجيش القوة البرية نحن نعلم بأن كل جيش هو مؤلف من قوى بر وقوى جو وقوى بحر وقوى أخرى لوجستية وداعمة وسواها القوى البرية لدى العدو الإسرائيلي استنزفت في غزة غزة قضت على مقدرات قوى البر لدى العدو الإسرائيلي وأكبر دليل أنه يقوم بنقل القوى من قوى بر قوى عفوا بحر إلى قوى بر تدريبها لاستخدامها في غزة وفي شمال الضفة الغربية صحيح بالأمس كان في نصائح أيضا بهذه المعطيات أنه إذا أردنا أن نفتح جبهة الشمال ونفصل بجبهة الشمال بشكل أساسي علينا إقفال جبهة الجنوب كانت بشكل تام الحديث عن إنهاء العمليات في الجنوب ليس هناك من مقدرة للجيش الإسرائيلي بأن يكون مستنزف على جبهتين كاملتين صحيح ولكن كما أن جبهة الشمال دعمت وساندت منذ اليوم الأول جبهة قطاع غزة والضفة الغربية لن يتوانى المقاومات كان فيها الضفة الغربية أو في قطاع غزة عن مساندة ولا حتى في اليمن يعني الصاروخ فرد صوت أتى كذلك بالتوقيت في شمال فلسطين المحتلة صحيح بما يختص بعملية رفح ماذا يجري برفح كما سبق وقلت بأن هناك عمليات اشتباك متقاربة ما بين قوات العدو ما بين المقاومة في أجنينة شرق رفح نحن نتكلم عن شرق رفح شرق رفح يانزي حيث دخل العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول في ديسمبر باتجاه رفح وبالتالي لغاية الآن المقاومة موجودة وهذا أكبر دليل بأن لا سيطرة للعدو الإسرائيلي في أي مكان ثم نتكلم أيضا عن هنا نقطة وهي دوار العودة أيضا هناك اشتباكات متقاربة في دوار العودة اشتباكات في داخل رفح أيضا متقاربة لدرجة أن المقاومون صرحوا بأنهم دمروا هذه الدبابة المركابة بعبوة ثاقب البرميلية في داخل رفح كذلك الأمر ما تزال تبابات العدو التي استطاعت التسلل بالقرب من القرية السويدية وشمالها هنا بإطلاق نيرانها باتجاه الشاكوش كذلك الأمر باتجاه خيام المواطنين في المواصي في تل سلطان ما تزال هناك قصف مدفعي وقصف جوي على تل سلطان كذلك الأمر على الحي السعودي لأن هذه المنطقة هي عصية وعصية تماما على أي سيطرة للعدو الإسرائيلي خربة عدس البارحة كان هناك شهدين في خربة عدس من جراء قصف ومن جراء بواجهات مع العدو الإسرائيلي كذلك الأمر هناك كان اليوم طوافات لها العدو الإسرائيلي في شمال غرب خان يونس قامت المقاومة بإطلاق نيرانها صواريخها على هذه الطوافات مما اضطرها إلى مغادرة أجواء خان يونس وبالتالي نحن نرى بأن المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة كما في شمالها ما تزال تختزن الأسلحة المناسبة هنا صاروخ مضاد للطوافات في شمال قطاع غزة اليوم كان هناك استهداف لعسقلان بصواريخ كذلك الأمر لسديروت بصواريخ وبالتالي استهداف وكامل مختصبات غلاف قطاع غزة وبالتالي ما تزال المقاومة لديها الصواريخ تطلقها على أبعاد يعني عسقلان مما بين 12 إلى 14 كيلومتر حسب الهدف وحسب نقطة الانطلاق سديروت هي مما بين 5 إلى 7 كيلومتر أيضا حسب نقطة الانطلاق وبالتالي نحن نرى بأن المقاومة ما تزال على أشدها وما تزال تختزن القوة إن كان القوة من حيث العديد كذلك الأمر القوة من حيث الوسائل المتوفرة والأسلحة والصواريخ نعم وبما أنك أشرت إلى استهداف هذه المستوطنات جنرال دعنا نتعب نحن وإياك والمشاهدين والدكتور هاني الدالي هذه المشاهد من قصف سرية القدس في غزة بهذه الرشقات الصاروخية ترجمة نانسي قنقر ونحن نتحدث عن بسالة المقاومة وتحديداً عما جرى في رفح نشرت هذه المشاهد من تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية في رفح قبل أيام حسب ما أفادت وسائل علامة إسرائيلية جنرال ونحن نتابع هذه المشاهد لتحطم هذه المروحية كخبير عسكري ما الملفت حينما نتحدث عن مواصفات هكذا مروحيات في هذه العمليات القتالية وفي مسرح غزة صحيح يعني هي مروحية صحيح أنها قديمة نوعاً ما ولكنها يعني محدثة من قبل العدو الإسرائيلي هي أضعف نقطة في هذه العمليات عمليات الإنقاذ أو عمليات الإنزال هي نقطة الوصول إلى الأرض والإقلاع بالتالي كما رأينا عندما وصلت إلى الأرض يبدو بأن كان هناك غبار كثيف بما معنى بأن يمنى على الألطوافات بالعادة أن تنزل في أماكن تحجب الرؤية بحيث لا يستطيع السائق السيطرة وهذا يبدو ما حصل من هذا الفيديو إضافة إلى عامل الخوف من الكون المنطقة ما يزال فيها مقاومون الذين قاموا بإصابة الجندي حيث كانوا يحاولون إخلاءه وبالتالي كل العوامل من حيث الخوف من حيث طبيعة الأرض ومن حيث أن العملية جرت خلال الليل وليس خلال النهار العملية ككل أدت إلى تحطم هذه المروحية وهذا يبدو بأنه من فعل خطأ بشري ومن فعل خوف ونحن نتحدث اليوم عن مواضلة أساسية لمواجهة كل هذه الجبهات نحن اليوم نتحدث أيضا عن تشييع الشهيد البطل ماهر الجازي يا ماهر ارتاح ارتاح ونحن نواصل الكفاح هذا جانب من الهتفات داخل مسجد الحسينية قبيل تشييع جثمان منفذ عملية الكرامة الشهيد ماهر الجازي فلنتابع على ما يدل الدكتور هاني هذا الحضور الشعبي الواسع والكبير قبل أن يوارى أثر الشهيد الجازي في معاني بشكل أساسي الأردنية في جنوب الأردن وهنا نتحدث يعني بات الحديث عن مسمى جبهة الإسناد الأردنية هذه الروح المقاومة على المستوى الشعبي على ما تدلل نعم بالتأكيد هذا يدلل على التأييد الشعبي والتأييد الشعبي الكبير الأردني للعملية التي قام بها الشهيد ماهر ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي أيضا هي رسالة أخرى أن الشعب الفلسطيني أيضا الشعب الأردني يرسل رسالة يعني رسالة دعم وأسناد لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا والأهم من ذلك كما تحدثت هي الروح النضالية الروح الثورية التي أوجدتها وصنعتها وزرعتها طفان الأقصى لأمتنا العربية والإسلامية والأردن هو أكبر مثال لهذه الروح هذا يؤكد أيضا أن ما قام به الشهيد ماهر هو يمثل يمثل موقف الشعب الأردني بشكل كامل بعشائره بطواب بكل طواب وبكل أحزابه وبكل جغرافيته الموجودة في الأردن نعم اليوم عندما نشاهد الدعم الكبير الدعم الشعبي العائلة عائلة تحوطات العاشير تحوطات العشائر الأردنية كلها أن تؤيد هذا العمل البطولي الكبير نعم هذا يؤكد أن لفلسطين ولغزة عمقا عربيا إسلاميا بالتأكيد هو يحمل هم فلسطين هو يتأثر بآلام شعبنا الفلسطيني بالدماء التي تسيل بالأطفال وبالنساء التي تسيل بحرب الإبادة التي ينتهي الاهتلال الإسرائيلي والشعب الأردني كما الشعوب كلها ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاء على الاحتلال الإسرائيلي وللانتقام من دماء شهدائنا ومن الاندماء التي تسيل في غزة وفي الضف وفي القدس وفي كل مكان وبالتأكيد هذا يؤكد نعم أننا أمام شعب أردني حي شعب أردني ينتظر الفرصة المناسبة لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني شعب أردني الفلسطيني يعبر عن أصالته وبسالته في أيضا تحدي كل المخاوف وكل التهديدات الإسرائيلية الكبيرة ضد هذا الشعب وهذا يؤكد نعم أننا كما تفضلتي أمام جبهة إسناد جديدة هذه الجبهة هي الأخطر على الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى جبهات الإسناد الأخرى اليمن لبنان العراق اليوم تدخل الأردن بكامل قوتها وهذه رسائل مهمة جدا دائما عندما نرى هذه الروح بالتأكيد الجميع يتوقع قادم الأيام أن تتحول وأن تترجم كما ترجمها ماهر ضد الاحتلال الإسرائيلي أن يترجمها أيضا أبطال الشعب الأردني في مواجهة وعمليات نوعية في عمق الكيان الإسرائيلي نعم إذا كان لديك تعقيب جنرال بالتأكيد نحن أمام هذا الالتفاف هذه الحاضنة الشعبية لأنه كما قالت عشيرة لحوطات دم ابن ماهر ليس هو أغلى من دم الشهداء الفلسطينيين الذين يرتقون في الأراضي الفلسطينية إن كان في الضفة الغربية المحتلة أو في غزة أو في حتى جبهات الإسناد ومنها أيضا سنذهب إلى واقع الضفة الغربية المحتلة في حملة اعتقالات كبيرة يعني نحن نتحدث أكثر من ثلاثين معتقلا فقط بساعات قليلة منذ ليل أمس حتى هذه الساعة صحيح ولكن بما يختص بتشييع الشهيد شيء طبيعي بأن ما يحصل في غزة هذه جرائم ضد الإنسانية ضد الإنسان بطبيعي بأن تستثير نفوس المؤمنين والمواطنين وخاصة بأن شعب الأردن وشعب غزة وشعب الضفة هم تقريبا شعب واحد نسيج واحد وروح واحد وهم أهل وبالتالي ردة الفعل هي طبيعية وهذا التأبين الحاشد بطبيعة الحال وهذا يعني الدفن الحاشد بطبيعة الحال هو رسالة للعدو الإسرائيلي ولي العالم بأن الشعوب هي في مكان مع المقاومة ومع غزة ومع الضفة الغربية بمتابعة أيضا للحرب السيبرانية واستهداف المحمول بيتجر الصحة اللبنانية تطلب من جميع المواطنين اللبنانيين الذين يمتلكون هذا النوع من الأجهزة أن يعمدوا إلى رميها بعيدا عنهم بشكل فوري وأيضا طلبت وزارة الصحة اللبنانية رفع مستوى الاستنفار في كافة المستشفيات نتيجة هذه الانفجارات والتي لحقت أضرار بعدد من الجرحة وصول عدد من الجرحة إلى المستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك في جنوب لبنان وفي بيروت تفضل جنرال لديك تعقيد خطورة بالموضوع بأن هذه الأجهزة أجهزة بيتجر هي عادة ما تقوم مع الأطباء في المستشفيات أيضا طبيعيا هي بالأساس مع الأطباء في المستشفيات لذلك هناك عندما يريدون استدعاء أي طبيب يطلبونه على البيتجر في المستشفيات هنا خطورة إذا ما بدأت هذه العملية تصيب كافة اللبنانيين فهناك خطورة بالموضوع بما اختصت سننتقل إلى الضفة بما تحدثنا عنه وهذه الأقتحامات المستمرة لسيما يعني طول كرم قلقيليا وسلواد أيضا شمال رمض نعم يعني نابلوس نابلوس وبلاطا مخيم بلاطا منذ أكثر من 48 ساعة هناك اقتحامات واشتباكات متقاربة وتفجير عبوات بآليات العدو الإسرائيلي كذلك يعمد العدو الإسرائيلي إلى نشر قناصته على الأسطح وبالتالي على إطلاق النار على المواطنين بالنسبة لنابلوس الاقتحام تم من ناحية حاجز طور كذلك الأمر من ناحية الشمال فإذا نابلوس هي مقتحمة بلاطا كذلك الأمر بلدة تل وبلدة مادمة وبالتالي يعني وجبل صباح جبل صباح نقى اقتحام للمستوطنين لجبل صباح برفقة شرطة الاحتلال وحرق محاصيل المواطنين أما في جنين فهناك اقتحام ليعبد واشتباكات مع العدو الإسرائيلي الملفت بأن العدو الإسرائيلي والمستوطنين يقومون بالاشتباك مع العرب في عرب الكعابنة البارحة كان هناك اشتباكات مع الأهالي كذلك الأمر اليوم في خربة مالح ومنذ بعض يعني منذ حوالي الأسبوع أو أكثر كان هناك شمالا هنا في خربة الفارسية العدو الإسرائيلي يبدو بأنه يركز على هذه المنطقة الممتدة من يعني خربة الصالحية المالح باتجاه عرب الكعابنة وباتجاه الأغوار حيث قام نتنياو بزيارة لهذه المنطقة ونحن نعلم بأنه هو يريد وضع هذه الحدود كأنها الحدود الآمنة للكيان الإسرائيلي وبالتالي تكثر العمليات على العرب والبدو في منطقة عرب الكعابنة في خربة المالح في خربة الفارسية في الزبيدات وفي غيرها من هذه المناطق تضيق عليهم تضيق على المواشي على الرعاة وإلى ما هنالك بشكل أن ترحل هذه المجموعات إسرائيل هاي يوم تقول بدل استياج الجيش الإسرائيلي يحفر قناة على طول الحدود مع الأردن رغم أن الجيش الإسرائيلي يقول يعترف بأنه هذا ليس حلا كاملا لمنع هذه العملية هو يريد السيطرة كما هناك فكرة لدى نتنياهو ولدى بن كفير وخاصة لدى سموترش المعني بأضفة الغربية بأخذ منطقة الأغوار وضمها إلى الكيان لذلك هم يقومون بالتضييق وإذا ما نظرنا إلى الخريطة ليس هناك من مدن أو من بلدات رئيسية في هذه المنطقة وإنما بعد البيوت القديمة وبعد رعاة الماشية وبعد العرب أما في باقي الاقتحامات فكان هناك اقتحام لكفر ثلث في قلقيليا كذلك الأمر لمنطقة فرعون جنوب طول كرم أما الجاروشية فهي هنا شمال طول كرم كان هناك إطلاق رصاص من قبل عناصر الاحتلال على مواطن فلسطيني وإصابته في الجاروشية شمال طول كرم في رامالله في البيري اقتحام لالبيري واعتقال زوجة الأسير أحمد في البيري عبل سعدات سعدات في البيري نعم وكذلك الأمر في جامعة بيرزيد كان هناك اقتحام واعتقال لطالب وطالبة في جامعة بيرزيد دعاء القاضي هي الطالبة التي اعتقلت صحيح وأيضا في بيت حنينية في القدس كان هناك ايضا اقتحامات وإلقاء قنابل صوتية على المواطنين بيت لحم مخيم الهدهيش أما في الخليل فكان اليوم الاقتحامات في يطة البارحة كانت في بيت عوة ودورة ومخيم الفوار ولكن لم يزل التركيز على شمال الضفة الغربية وخاصة على نابلوس منذ أكثر من أسبوع بعد الانسحابات من جنين ومن طباص ومن طولكرم وقلقيليا في ظل التطورات التي تتوالى حول هذا العمل السيبراني والاختراق الأمني لأجهزة بيتجر كما ذكرنا قبل قليل والعواجل التي تتوالى تحديدا من قبل وزارة الصحة اللبنانية لا بد تأتي بالسياق بنبرة التهديدات المرتفعة لالقادة الإسرائيليين رغم الرسائل الأمريكية لعدم الذهاب والإنجرار إلى توصيع الصراع في جبهة الشمال ومن هنا نفتح النافذة على مجريات وتطورات جبهة الإسناد اللبنانية ونتوقف أو نبدأ مع هذه المشاهد من عملية استدافة المقاومة الإسلامية لموقع المطل تحديدا التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيضا نتابع هذه المشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق موقع رويسات العالم زبدين في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة جنرال استهداف هذه الآلية العسكرية للجيش الإسرائيلي على هذا الطريق رويسات العالم بأي طريقة بأي أسلحة ما الملفت يعني عسكريا فيها يعني هذه الطريقة هي طريقة مكشوفة من جهات كفرشوبة ومن جهات لالك كفرشوبة في لبنان لذلك العدو الإسرائيلي البارحة قصف منطقة السداني وهذه المنطقة المشرفة على رويسات العالم هناك منطقة في لبنان هي مسيطرة على هذه المنطقة وبالتالي المراقبة هي حسيسة عناصر المقاومة متواجدين هناك وهذا أكبر دليل حيث مرة الآليات تم استدافها بالأسلحة المباشرة وهذا شيء طبيعي إذن تبعنا هذه المشاهد من هذه العملية ونستكمل بمشاهد من عملية استداف المقامة الإسلامية منظومة فنية بموقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية جنرال عندما نقول منظومة الفنية ما المقصود منظومة الفنية للموقع المالكية منظومة الفنية هي المنظومة المختصة بالتجسس والمراقبة من حساسات من أجهزة دقيقة يعني من أجهزة مراقبة مثلا هذه أنتنات هذه حساسات في العرب يعني ويعني يتم قصفها بواسطة الانقضاضيات كما قلنا العدو الإسرائيلي منذ أن قامت المقاومة بتدمير كل هذه الأجهزة التجسسية لديه أصبح نوعا ما أعمى وبالتالي يعتمد على المسيرات الاستطلاعية ويعتمد على الأقمار الصناعية ويعتمد على خلفائه في المعلومات لذلك هو يحاول بشكل دقوب إعالة تركيب بعض هذه الأجهزة ولكن كلما قام بتركيب جهاز كلما قامت المقاومة بتدمير هذه الأجهزة أيضا سنبقى مع هذه المشاهد من سيطرة المقاومة الإسلامية كما ذكرنا في المقدمة على المحلقة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي والتي كانت تلقي مناشير تحذيرية على أهلنا في منطقة الوزاني الجنوبية من السهل جنرال استهداف هذه المحلقات التابعة للجيش الإسرائيلي أن ما تريد القام مناشير طبيعة الحال عادة لا تكون على ارتفاعات عالية طبيعي بأنه يمكن أن يكون قد تم إسقاطها بواسطة نيران الرشاشات المتوسطة وطبيعي ليس بالأمر الكبير بالنسبة للمقاومة أو أنه يمكن أن يكون تم إسقاطها بالسيطرة عليها لا نعلم كيفية السيطرة أو الإسقاط ولكن لدى المقاومة الوسائل الإسقاطها إن كان العسكرية أو إن كان الفنية دكتور رهاني وهنا نحن نتحدث عن جبهة الشمال وفي ظل التهديدات الكبيرة والأصوات المرتفعة إن كان من الغرف المغلقة للقادة العسكريين الإسرائيليين أو على المستوى السياسي لعملية عسكرية أو تغييرات جذرية كما يقولون مع حزب الله ومع لبنان هل من ربط يمكن القول بين هذه التهديدات والصراع القائم اليوم والجدل حول إقالة جالنت وإمكانية استبداله بجدعون ساعر يقال بأن نتنياهو تفصله يمكن ساعات وأيام عن اتخاذه لهذه الخطوة نعم هذا سؤال مهم ولكن لعل هنا أن أعقب على ما يحدث في لبنان حول الجناز الذي يعني يتم الحديث أنه تم تفجيره واختراقه لابد هنا من الإشارة الرقطة مهمة جدا وهي في هذه اللحظات التي تتميز فيها المقاومة في لبنان على تحقيق انتصارات حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي بالاختراق بالسيطرة على المصيرات بضرب مواقع استراتيجية حساسة بأيضا أن تكون المصيرات مسيرات حزب الله حتى هذه اللحظة هي التي تسيطر على أجوال الكيان الإسرائيلي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يرد على هذا هذا الإنجاز وهذا الانتصار وهذه أيضا هذه هنة التي تحقيقها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال اليوم يتعرض لإهانة كبيرة وما زال يتعرض من لبنان ومن قيادة لبنان ومن مقامة في لبنان لذلك هذا الحدث يحاول الاحتلال أن يكبره هناك البعض يحاول أن يضخمه الحدث الذي حدثه أهدافه إسرائيلية واضحة ممارسة حرب نفسية ضد الحاضنة الشعبية محاولة تخفيف الشعب لبناني ولكن حقيقة الحدث هو عبارة عن جهاز بسيط هذا الجهاز بالتأكيد هناك بعض الشعب نتابع بهذه المشاهد دكتور هاني وأنت تتحدث وتشير إلى انفجار أحد هذه الأجهزة المحمولة كما نتابع في سوق للخضار وكيف تم تفجيره على ما يبدو عمن بعد واستخدام هذا الخرق أو إجراء هذا الخرق الذي يقول أحد قادة حزب الله بأنه هو الاختراق الأمني الأكبر لوكالة روترز حتى الآن ولا نعلم دكتور هاني إذا كنت توافقني الرأي هذه من ضمن المواجهة التي يحاول تسعير فيها الحرب الجانب الإسرائيلي في ظل عدم قدرته على المواجهة ومعرفته بأنه نحن أمام معادلات مغايرة بما حققت جبهة الإسناد ولسيما كذلك برد يوم الأربعين والصاروخ الفرد صوتي اليمني الذي أتى بتوقيت لمساندة كل الجبهات التي هي تحمل رسائل سياسية بطبيعة الحال وليس فقط ميدانية استراتيجية نعم بالتأكيد لذلك عندما نقارن الإنجازات الكبيرة التي تحقيقها المقاومة وخاصة موضوع المصول واختراق وحدة 8200 بالتأكيد هي أكبر ضربة للكيانا الإسرائيلي والأمن القوم الإسرائيلي أما اليوم يحاول بعض أن يضخم هذه الحدثة التي حدث في لبنان هو عبارة عن جهاز بسيط هذا الجهاز الصغير تمتلكه بعض الشركات وأكيد المجاهدين والمقاومة تمتلك هذا الجهاز هذا الجهاز عندما يعني بتقديري أنه قد يكون الأجهزة الأخيرة أو بعض الأجهزة لتدخلت لبنان قد تكون تم إعدادها مسبقا لاستخدام في هذا الحدث لتسجيل إنجاز ومحاولة التأثير على المجتمع والحاضنة اللبنانية ضد وتحريضة ضد مقاومة وأن هناك إنجازات وممكن للاختراق هذا أمر بتقديري لا هو اختراق كبير ولا هو ذا قيمة كبيرة لا يحتاج إلى سجل فيها إنجاز في هذا المعنى لذلك أنا بتقديري التهويل من هذا الأمر يعني غير لأنه دكتور هاني كما تابعنا يعني مجمل ومعظم الذين أصيبوا نتيجة يعني استهداف وتفجير هذا الجهاز هم من المدنيين يعني نتحدث عن تواقم طبية عن أشخاص عاديين وليسوا يعني بصفة عسكرية داخل المقاومة الإسلامية وهذا ما نتبعه يعني بمنازل عادية موجودة في غرف النوم أو حتى في سوق الخضار وكما أشار الجنرال قبل قليل يستخدم من التواقم الطبية من الأطباء أو الممرضين والممرضات لاستدعائهم في حالات الطوارئ والتواصل معهم متفضل لدكتور هاني وعذرني يمكن على المقاطعة نعم أحسن في هذه ملاحظة مهمة أنا كما تحدثت هناك طواقم طبية هناك شركات كبيرة هناك مستشفيات هناك أيضا يعني مؤسسات أخرى مدنية تستخدم هذا الجهاز ولذلك أنا أقول لك هو ليس بالإنجاز الأمن والاختراق الأمن الكبير هناك بعض الأجزاء قد تكون دخلت لبناء قد تكون فيها اختراف والاحتلال الصريح حاول أن يصور ذلك إنجازا كبيرا الإنجاز الكبير حقيقة هو ما تمكنت المقاومة في لبنان حتى هذه اللحظة من إيلام الاحتلال الإسرائيلي واستعجال استقالة رئيس وحدة 8200 وأن تصل لأكثر المواقع حساسية في الكيان الإسرائيلي هذا هو الإنجاز الحقيقي الإنجاز الحقيقي أن تسيطر مصيرات حزب الله حتى اليوم على سماع الكيان الإسرائيلي ولا تستطيع الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولكل منظومات الاحتلال ولا طبقاته من السيطرة ومن منعها أو حتى من اعتراضها الإنجاز الحقيقي هو استمرار المقاومة حتى اليوم في تحقيق إنجازات على الكيان الإسرائيلي الإنجاز الحقيقي حقيقة هو ما تحدث اليوم المقاومة من إرباك ومن قلق ومن خلافات داخلية داخل الكيان الإسرائيلي تؤدي هذه الخلافات إلى هي وحرب غزة بالتأكيد وصمود المقاومة تؤدي إلى وصول نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع والحديث عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي وهذا لم يحدث في تاريخ الحروب وفي تاريخ الكيان الإسرائيلي أن يتم إقالة أكبر رأس في الجهاز وفي قيادة الجيش في الحرب واثناء الحرب بالتأكيد هذا يؤكد الإرباك الذي يعيشه الإحتلال الإسرائيلي الخلافات الفوضى الكبيرة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي لذلك ما نراه اليوم حقيقة لابد للشعب اللبناني أن يدرك تماماً أن هذه الحرب يحاول إحتلال الإسرائيلي أن يحقق إنجازاته بالتأكيد الإنجازات التي تحققها لا تساوي شيء أمام ما تحقق المقاومة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وفي ضرب الإحتلال الإسرائيلي في عمق لذلك مهم جدا أن لا يتم المبالغة في هذا الموضوع هو أي حرب يريد التحقيق منه حرب نفسية وتخويف المجتمع اللبناني ما حدث بالتكيد هو أجهزة وهذه الأجهزة صغيرة وتكون الإصابة حسب قرب الجهاز وبعده عن الشخص المستهدف لذلك لابد من الشعب الأردني أن يدرك تماما وأن يلتف حول المقاومة وأن ينتبه أجضا للمرحلة القادمة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بث الفتنة والفرقة ومحاولة إضعاف الحاضنة الشعبية أو حتى محاولة أن يكون هناك تحريض على الحاضنة ضد المقاومة وبعد الحاضنة عن المقاومة هذا حاول في قطاع غزة حاول في الضفة الغربية لكن شعبنا الفلسطيني ما زال يدرك تماما أن العنوان في مواجهة احتلال المقاومة يحتضن المقاومة يدعمها بكل ما أوتيها من قوة نعم أشكرك جزيل أشكر دكتور هاني الدالي الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية وأيضا شكر منصولك جنرال شربل أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي سوف نكون معك بالتأكيد في ساعة المقبلة لتحليل هذا الحدث الأمني بما حصل في لبنان بطبيعة الحال ولكن نختم الميدانية لليوم مع هذه الرسالة رسالة القائد يحيى السنوار لسيد عبد الملك الحوثي الإعلام الحربي اليمني ينشر هذا الفاصل بعنوان بلغ السنوار في أمان الله تم اختيار الأخ المجاهد الكبير لحي السنوار حفظه الله خلفا من الشهيد إسماعيل الذي يعرفه العدو والصديق بصلابته الجهادية وثباته وحلكته وجدارته القيادية هو بحد ذاته رسالة مهمة بالعدو الإسرائيلي تأكيد واضح على مواصلة الثبات على الجهاد والاستمرار في الموقف والاستمرار أيضا في الثبات على المبادئ الأساسية موسيقى 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 موسيقى